نتكلم كمان على حاجة مهمة طيب الخطاب الديني يا جماعة نعمل فيه ايه ونزبط ايه ونقول ايه ونجيب من ايه الاهم من الخطاب الديني ان الخطاب يصل الاهم من ان الخطاب الديني ان الخطاب يصل الخطاب الديني مش بس خطبة الجمعة لان خطبة الجمعة المستهدف بتاعها مين الناس اللي بتعودة على الصلاة يعني الشاب المتطرف ده اول راح لجماعة هو كده كده مش هيجي يصلي معايا الجمعة هو شايفني مش كويس شايفني مش على مزاجه فمش يجي يصلي معايا الجمعة كذلك الشاب اللي عايش حياته مقضيها ممكن يكون بينزل الجمعة يدوبك على الصلاة أو بينزل يقعد لصاحبه كده وقوله بولا كم ما يخلص الراجل ده ابقى زغدني كده عشي يدوبني وصلي فأصبحت خطبة الجمعة مش هي الخطاب الديني أمال هنعمل إيه أصبحت مادة التربية الدينية أمر مهم جدا 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 بس خدوا بالكم مادة التربية الدينية بمحتوى جديد منضبط يتواقم مع المرحلة ومادة التربية الدينية بقى تبقى مادة من الكيجي من الصغر ومتبقاش أكاديمية يعني الطفل الصغير ده أعلمه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع المسلمين وغير المسلمين بعض الأهال يقول لك إيه لا أنا معلمش ابني أن فيه مسلم وغير مسلم لأنا أعلمه أن فيه مسلم وغير مسلم لكن أعلمه أن احنا بنتعامل مع بعض عشان لما الطفل يكبر ما يتصدمش ما يقولش الأمه هو دالي اسمه كرولوس وأنا اسمي إبراهيم يبقى الطفل فاهم بس يبقى بيكبر وفاهم إن يجوز التعامل معاه وده أخويا في الإنسانية وإحنا شركاء في الوطن اللي بيحصل دلوقتي إن إحنا للأسف بندي الأولاد لنا تذكرة زهاب بلا عودة ليه أي شاب ما عندهوث ثقافة دينية كافية بيقعد مع أي حد متطرف فيبتدي يكلمه يقوله ده ده الناس دي كفرة ليه يا عم كفرة ده ما بيحكموش بما أنزل الله آه صحيح يا نهار بيض ده صحيح كفرة طب ده الناس دي كفرة طب ليه يا عم آه أصلي ما فيش خلافة آه صحيح ده الخلافة لأن الشاب مش فاهم بقى يعني إيه الحكم بما أنزل الله وإن الخلافة ده نظام حكم ممكن أغيره بس المهم إنه يكون النظام عادل وبيرعي حدود ربنا سبحانه وتعالى ولا يظلم يبقى أنا كده مش كافر إيه المشكلة أغلب شبابنا ما عندوش الثقافة والمرجعية دي فلما بيقعد في حوار من الحوارات دي بيبقاش عنده رد فبيبقى أسهل حاجة يقوله طب ما تيجي تحضر معي عند الشيخ بتاعنا يا عم لأ ما أنا عارف شكو لا تعالي بس عند الشيخ بتاعنا بيحصل إيه بقى هقولك بيحصل إيه لما يروح ويقنعه إن حياته دي كلها بطلة وإن هو عايش في حياة الكفر فلاقي الشاب يقولك إيه ده كل دي حياتي دي في الكفر ده أنا كده هضية تنايب القيامة أروح فين فيقنعه الشيخ اللي هو مش شيخ بإنك لما تفجر وتدمر وتقتل يبقى أنت كده داخل الجنة الله هو سهل كده أي حد يموت أيه سهل كده أي حد يموت طالما اقتنع عن المقابل الجنة هديكوا مشهد في تفجير كنيسة الإسكندرية مشهد غريب البطل علي رحمة الله الركيبي الضابط البطل الرائد الركيبي علي رحمة الله واللي كان بيفجر نفسه اللي اتنين ماتوا في لقطة واحدة اللي اتنين ماتوا في لقطة واحدة واللي اتنين مقتنعين إن التمن جنة ما هو أي أخي لنا أو أي صديخ لنا في الشرطة أو في الجيش هو مقتنع أنه بيعمل ده إرضاء اللي لو إنه لو مات هيكون في الجنة بس اللي باع نفسه لله غير اللي باع نفسه للشيطان أخونا دا كاي بباع نفسه لله فاستحق إن احنا نقول دا بطل دا شهيد التاني باع نفسه للشيطان فاستحق إن احنا نقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يبقى لازم المعتقد كمان يكون موجه توجيه صحيح اللي اتنين مقتنعين إنه بيعمل ده للجنة بس مين اللي يتوجيه توجيه صحيح اللي توجيه توجيه صحيح اللي جات بنفسه عشان حفاظ الأرواح مش اللي قاتل نفسه علشان يقتل أرواح شفتوا الفعل واحد والمشهد واحد والتوقيت واحد لكن التوجيه من